طيب ده أول موضوع الموضوع الثاني كنت عايزة أكلم حضراتكم فيه هو خاص بالشاب الجميل المصر كلها بتتكلم عنه اللي جي زيارة لمصر نويل البلوجر تيكتوكر الألماني الشهير اللي عنده 30 مليون متابع على تيكتوك وتقريبا 4 مليون على إنستجرام نويل اللي شاب أصمر جميل وشعره لي طلة خاصة مختلفة الشاب اللي بيسافر كل دول العالم بيعمل دعاية لدول كتير بيغني أغنيته الشهيرة بيرقص عليها بيعرف يرقص رأسه كويس جدا بيهذر إنه يخطف حاجة من حده وبعد كده يرفع الغطى من على رأسه فناس تشوف شعره وتبتهج وترقص وتغني مع بعض تحس إنه أخوك أو صاحبك أو ابنك وأي دولة بيروحها الناس تحس كأنه منهم نويل جي زيارة لمصر من أجل الترويج للسياحة فكرة شديدة الزكاء من اللي قام بيها نويل وهو في الطيارة قال غنى ورأس واستقبل مجيئه لمصر بسعادة عمل فيديوهات عمل فيديو في مطحف الحضارة على أغنية الحلوة بلادي السامرة بلادي عمل فيديوهات في النوبة ورأس على أغاني مهرجانات في الشوارع في الحسين في شارع المعز في الأهرامات رأس مع الناس وغنى مع الناس وفي أسوان لبس زي بكار وعمل بلاي باك على أغنية بكار وقدم حالة من البهجة بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تكلمت في إنه يعني مصر حضرتها أكبر بكتير من إنه يجي بلوجر شاب صغير يعمل دعاية الحقيقة إنه أنتوا بتستخدموا الوسائط الخاصة بالسوشيال ميديا في كل حاجة كل حاجة مضرة ومش ممتنعين يعني وشايفين إنه ده تمام لما نجرب نستخدمها بقى في حاجة فيها فايدة لما نجرب نستخدمها بشكل زكي تماشى مع العصر لما نجرب نكلم شباب في سن نويل اللي عنده 34 مليون متابع شباب أجيال ممكن تكون سياح قادمين لمصر في سن عنده رغبة في المغامرة والاستكشاف وإنه يجي يزور ويتفرج حتى لو كانت سياحة يعني قليلة التكلفة لكن ده أمر مهم جدا كمان لما يبقى بيغني ويرقص في مصر والناس تشوف قد بإيه إنه مصر بلد أمينة ومصر فيها أغاني حلوة فيها مزيكة حلوة فيها أماكن حلوة إيه المشكلة هذا تصرف زكي وبرا السندوق بزرعة السياحة استغلت هذا الأمر وقدمت هذا الأمر بشكل جيد جدا والحقيقة إنه هو ده المطلوب الترويج الجيد التخطيط الجيد التنفيذ المحكم الأمانة في التنفيذ ورابع حاجة تخصنا إحنا علشان نقدر نحل المعادلة اللي مش عافين نحلها خالص اللي هي بتاعت إحنا عندنا كل ده وفي الآخر إحنا دخلنا من السياحة لا يرتقي لما عندنا من تنوع سياحي كل الناس بتستخدم الأساليب التركية استخدمته في الترويج للسياحة وهي ما عليه من تقدم المعادلة دي اللي لازم تتحلل اللي عايزة تخطيط وتنفيذ محكم وأمانة عايزنا إحنا كمان الشعب اللي يبقى عارف إن السياحة دي دولار داخل جيبه مش الفهلاوة هاخد ميت جنيه من السياحة النهاردة مش مهم يجيلي تاني لا يجي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها ده رزق اللي هي أكبر بلاش أبص تحت رجلية بلاش أداي السياحة بلاش أتعامل مع السياحة خلينا نتكلم بصراحة بقى على إنها حاجة حرام بقى مش هو يعني أمر لأ لأ بلاش الفلوس اللي تيجي من السياحة في ناس كتير بتفكر بالشكل ده بلاش إني أداي سائح أو سائحة ماشى في الشارع لابسة براحتها أو بتتصرف بشكل حسب ثقافتها تحرش بالسائحين خلي ثقافتنا تتغير نرجع لللي كنت بقوله في موضوع المونوريل نفس القصة نفس الهم مرجع كل الأشياء إن إحنا ثقافتنا تتغير ووعينا نتغير حبيت أشارككم بصور نويل طبعا ما أقدرش أشارككم بفيديوهاته لأنه ديها طبعا حقوق نشر بلس أدعوكم أن انتوا تدخلوا على وسائل التواصل الاجتماعي وتتفرجوا على فيديوهاته اللطيفة اللي بتروج لسياحة المصر وأجمل ما قاله نويل إنه هو أول ما رجع قرر إنه هيجي تاني بعد خمس سيام لإنه هو ما شافش كل اللي عايز يشوفه في مصر وانبسط جدا في مصر